السلام عليكم ورحمة الله اليوم قدنا chapter 3 two dimensional flow and laplace equation طبعا احنا سبق بالمحاضرات المضت اخذنا one dimensional flow لما يكون flow عندي ما بين بئرين ملاحظة فيكون الجريان يأما horizontal واخذنا ايضا vertical flow لما الجريان بيكون من confined ackover الى الاسفل نحو الى الاعلى نحو الunconfined ackover او العكس من الunconfined ackover نحو الاسفل الى confined ackover فاليوم احنا اذا كان ادنى الجريان يكون بالتجاهن وهو بالحقيقة هذا هو الموجود عندي بالطبيعة يكون الجريان بالتجاهن يعني شنو الجريان بالتجاهن يعني مثل ما تلاحظون هنا الجريان عندي خلال السد الترابي يكون عندي منحني مائل فبالتالي الى مركبة باتجاه ال ack وايضا مركبة باتجاه ال y اذا اقدر اعرف الtoidamational flow بان هو عملية جريان الماء بالاتجاهن وكما هو موضح بالرسم ادنى يعني شنو بالاتجاهن يعني يكون upward و downward طبعا كل معادلة الجريان لمثل هكذا حالات يكون حلها عن طريق ال flow net اذا محاضرتي لهذا اليوم رح نتعرف وين نقدر نوجد ال toidamational flow شو الامثل لهكذا جريان وايضا شلون اقدر احل المعادلات اللي تحكم لي هذه الحالات وطبعا هي معادلة نسميها معادلة lablas وهذه معادلة lablas تحل يعني تحل الجريان باتجاهين وايضا بتلف اتجاهات لان احنا عادة اخذنا darcy equation هذا darcy لما يكون عندك باتجاه واحد لكن هسا قدنا الحالة صارت اعقد لان عدي الجريان بالتجاهين فبالتالي معادلة lablas تم استخدامها وطبعا هي ايضا يعني معا ظنيا يعني هي بها معادلة darcy وسان شاء الله شوفون بالاشتقاق الامثلة على وجود هذه الحالات من الجريان او two dimensional flow عندي اول حالة اللي هو see which through on earth or impact them مثل ما تلاحظون هذا هو سد ترابي لان انا عندي طبعا السدود انواع منها سد ترابي منها سد كونكريتي السد الترابي يسمح للماء بالمرور من خلال من خلال جسم السد وطبعا الماء ليش دا يمر من خلاله لان عندي مي عندي دا ينخزن بالمقدم والسد بالupstream بحيث بحيث انو اكو اكو فرق بالهيد ما بين upstream اللي هو مقدم السد والdown stream اللي هو مؤخر السد فنتيجة لوجود هذا فرق elevation بيجري عندي الماء من elevation العالي الى elevation الاوطاء وطبعا هنا تنوجد عندي impervious layer يعني عادة الاساس طبعا يكون من طبقة غير نفاذة او يعني حتى بيها نفاذية لكن نفاذية قليلة بحيث انو ما تسمح بجريان عالي بالبرص دي فمثل ما تلاحظون هنا الشبكة الجريان عندي تتكون من flow line flow line اسميها او stream line يعني خطوط الجريان خطوط الجريان هي خطوط طبعا وهمية بس تطيني فد indication على اتجاه الجريان مين دي يكون فهي بالحقيقة يعني توضح لمركبة السرعة من اتجاه هذي ال flow line واني طبعا بالحقيقة ما اشوف اني ال flow line قدامي لكن نفترض لحتى احدد اتجاه السرعة عندي فبالتالي هذا هو ال flow line اما الخطوط المتقطعة اللي دي شوفوها هذي هي اسميها ال ecobotential line ال ecobotential line شنو معناته معناته هذا على طول خط من هذه الخطوط اللي هو خط ال ecobotential يكون بالجهود كلها متساوية يعني اي نقطة اخذها خلال التقع على هذا الخط تكون شنو متساوية واللي هذا سميناه ecobotential line يعني خطوط الطاقة المتساوية طبعا هذا خط الطاقة وخط الجريان بيكون واحد متعامد على الاخر بالنسبة لل stream line هنانا مثل ما تلاحظون بين خط stream line واخر تتكون عندي مثل القناة هذي القناة يعبر بيها discharge اسمي delta q نشوف بالفلونت اللي رسلناها ايش كم قناة عندي مثلا انا واحد اثنين اثلاثة اربع عندي اربع قنوات من ال كل بيها delta q بحيث انه مجموعة هذول ينطيني ينطيني q total احنا راح هاي المحاضرة راح نجيلها بشكل اوسع النوع الثاني او المثال الثاني لوجود ال two dimensional flow هو لما يكون عندي هذار concrete هذار يعني weird concrete طبعا عادة هذا الweird يكون مزود بال upstream و downstream sheet pile هذا طبعا دورة انه يبعد عندي قدر الامكان عن جسم الهذار ليش لان هذا طبعا المي يجي هنا بطاقة عالية جدا فبالتالي لما يكون قريب جدا من المنشأ الهايدروليكي سيسبب لي نخر فاني قد ما اطول مسارا وابعد عن جسم المنشأ كل ما افضل وكل ما قللت من طاقة المي بحيث انه تطلع لي بالdownstream بطاقة اقل حتى ايضا مسبب لنخر بالdownstream ات الارضية فهنا مثل ما تلاحظون هنا ما كنا فاض بالمي خلال جسم الهدار ليش الكون كونكريتي وهذا هو الفرق طبعا الكونكريت ما يسمح بمرور الماء من خلاله بعكس السد الترابي فالمي من دي مر دي مر من خلال الاساس مال اللي هو طبعا الاساس يكون ترابي فمثل ما تلاحظون المي دي يجري عندي من هذا الخزان لوجود الهيد وجود عندي ارتفاع مي زين فده يصير عندي جريان من خلال الاساس فبالنسبة للstream line عندي هذا هو اول stream line وعندي الاسفل هو هذا ثاني stream line فما اخطط ال اكو بتنش فهي هذي تكون طبعا متعامدا مع خطوط stream line بحيث انه تكون مربعات بحيث انه خلال هذي المربع اقدر ارسم دائرة حتى تشوف مدى صلاحية ال flow line اللي رسمتها طيب هذا هو المثال الثاني لوجود 2 dimensional flow هو سي بني ث وير or ص ل د اوكي طيب يعني التسرب اسفل هالدار المثال الثالث هو flow toward range يعني عندي حفرة داخل التربة بحيث انه التربة هذي بيها original water table قبل انشئ الحفرة لما نشئت هذا الخندق نزل عندي ال water table وبالتالي مع مرور الوقت رح يبدأ ال water table شنو ينزل بحيث انه يجمع عندي بهذا الخندق فرح يقول لي ايضا مدام عندي flow line صارت عندي منحني اذا هي two dimensional flow فهذا الاتجاه هو منحني وهذا الاتجاه هو upward وهذا هو downward وهكذا طيب المثال الاخير اللي هو flow طبعا هي كهو امثلة لكن انا طرقت فقط لهذه الاربع امثلة هو وجود sub drains هاي طبعا المبازل اللي تستخدم بالحقول حتى تجمع الماء الفائض من الري وايضا تخسل التربة فتجمع الاملاح من التربة وايضا الماء الري الزائد فهي بالتالي شبكة تكون تحت سطح الارض وطبعا كل واحد من هذا sub drains يكون مثقب بثقوب معينة وايضا بها ماش حتى تنغلق بسبب التراب فتتجمع الماء بها وهي بدورها طبعا الصب ب drains اكبر واكبر الى ان اصل الى drains الرئيسي اللي طلق لي الماء خارج الحقول فاذا ال flow towards sub drains الجريان باتجاه المبزل اذا هذي الاربع مثلة اللي اطرقت لها بمحاضرتنا كمثال ل two dimensional flow طيب بس هنان جي نعرف ن flow net هو ابارة عن خطوط جريان flow lines و eco potential line تتعامد مع بعضها حتى تكون flow net و عرف ن flow line بانه is a line along which water particle will travel from upstream to down stream side in the permeable soil media اما الوكو potential line اهاي طبعا نها معرفنا بانه line along which the potential head at all points is equal اذا هو الطاقة او الجهد اللي موجودة على النقاط اللي موجودة على واحد من هذي الخطوط تكون شبيه تكون متساوية يعني اذا مدينا بيزوميتر مثلا هنا عندك هاي الحالة هذي هالة التو ديم انشنل فهذي هو stream lines اوكي مثل ما تلاحظون هي مائلة وهذه الاكوبوتنشل line اللي متعامدة عليها فلو اخذ هذا الخط الثاني من الاكوبوتنشل ومديت منه بيزوميترات على طولة اوكي رح نلاحظ بهاي الاربع بيزوميترات المي دي يكون بمستوي واحد ليش لكونها واقعة على نفس الخط اللي هو خط تساوي الجهود طيب لو اجي الخط اللي بعده لان هذا هو اتجاه الجريان عندي فاجي للخط اللي بعده طبعا اذا مديت بيزوميتر رح اللح 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 انه هذا البيزوميتر وصل مالة المي الى مستوى اقل من اللي قبله فبالتالي هذا الفرق هو دلتائش واللي هو دي سبب لجريان لان هذا الهيد العالي وهذا الهيد الاوطاء وكل ما تقدمت بالجريان رح يقل اندي الهيد وهكذا وعلى هيد دي يكون اندي وين بداية الفلو واقل هيد اندي وين نهاية الفلو طيب سلو اخذ واحد من هذه اللاينات اللي هو الفلو لين فمثل ما تلاحظون هذه النقطة اي بها طبعا مركبة هذا هو طبعا اتجاه الجريان الحقيقي اللي هو VS بس هذا بمركبة VX و بمركبة VY بحيث انه VX يساوي لي KX Partial H على Partial X طبعا هاي Partial هي معناها الدلتا اللي هو فرق الجهد اللي دي يكون دي يسبب لجريان نفس الشي بالنسبة للY KY في Partial H By Partial Y فبالتالي تطيني الVS اللي هي K Partial H By Partial S طيب ليش هاي الاشارة الماينوس الحقيقة هاي الاشارة الماينوس هي مو معناها انه الفيلوسيتي دا تطلع لي بالماينوس لا الفيلوسيتي دائما اشارتها موجبة لكن هذا الماينوس هو دلالة على انه اتجاه الجريان دا يكون عندي نحو يعني خلينا نقول الضغوط القليلة او الجهود يعني الجهد القليل كل ما قدمت بالجريان كل ما الجهود عندي شبيه قل اوكي طيب فاذا هذا هو مثال بسيط لل streamlines وال ocopatential in two dimensional flow الآن نفرض انه عندي جسم هسا طمع نحن نطرق الى lablas equation وشون اتوصل الى معادلة lablas لو افترضت انه هذا الجسم عندي مكون من سطح سطح a b c وسط a d c بحيث انه خلال السطح اللي هو a b c ده يفوت عندي جريان بهذا الاتجاه وده يمر عبر هذا الجسم وده يطلع عندي من السطح الاخر اللي هو a d c طيب بس هذا الجريان لو اخذ من عنده اقطط جزء صغير اسم برزم بحيث انه هذا البرزم اجي احنا ارسمه ب three dimension حتى اشوف الاتجاهات multivelocity شون ده تكون عندي طبعا هذا هو اتجاه الاكس وهذا اتجاه الواي وعندي kx يعني permeability باتجاه الاكس وهيدرولي conductivity باتجاه الواي وهذا طبعا البرزم عنده ابعاد هي delta x في delta y فالحقيقة الجريان اللي اشوفه هنا خلال هذا الجسم يكون steady state condition وهذا شلون طبعا اتوصل لليش يعني steady state يعني جريان مستقر يعني هنا مدى يصير عندي تغير بكمية خزن المياه داخل هذا الجسم بحيث انه الكمية التصريف اللي تجي عبر جسم abc هي نفس هذا تطلع من السطح الثاني اللي هو adc بدون زيادة او نقصان يعني شنو يعني rate of change عندي zero فبالتالي الضغط عندي ما تغير بقى incompressible حجم الماء خلال النموذج هو ثابت وما صار عندي expansion of water بالنتيجة ما رح يحدث عندي تغير بالeffective stress وبالتالي ما رح يحدث عندي تغير بالتوتال هيد مع الزمان فاعتبر هذا هو جريان مستقر طيب بمعنى اخر بانه discharge يساوي للrecharge يعني تخيل اكو عندك تربة او عندك ويل ضخم من عنده مي وتستخدم طبعا فالمي اللي انت تسحبه من البير ماذا يأثر لك على خزين التربة اللي موجودة بالاسفة شلون ما يأثر لان اكو عندي recharge من العلاقة ان تكون مثلا انطار او ما شابه فبالتالي انه المي اللي انا اده استخدم من التربة ده اكو يعني مي يعوض عنه انسمي recharge فلما نصل الى هذه المرحلة discharge يساوي recharge معناها وصلت الى مرحلة الجريان المستقر وهذه حقيقة نشوفها يعني بالمختبر لما عندك قناة مختبرية اول ما تفتح الفلو بيها وبدأ الجريان عندك يجري داخل القناة عادة هما الباحثين ما رح ياخذوا رأس ان قياس لان يقول لك نحن بمرحلة transient يعني شن transient flow يعني الجريان اللي يكون غير مستقر يعني يتغير عندك مع time فبالتالي القراءات اللي ياخذوها خلال هذه الفترة تكون غير دقيقة فينتظرون من 10 دقاق الى 4 ساعة حتى يبدي الجريان عندك يستقر وياخذ مرحلة الاستقرار يلا ياخذون القراءات مالتهم طبعا وهس شن تقول لي شن الفرق بين الجريان المستقر والجريان الغير مستقر لا طبعا اكو فرق واسع بحيث انه الجريان الغير مستقر الى معادلات اخرى هي طبعا نفسها معادلات لابلاس لكن ما تساوي صفر هسا مثل ما راح تلاحظون الشهر راح نشتقها الطرف الاخر ما يساوي صفر لكن يساوي فتقيمة معينة نشتقها ايضا من اشتقاق معين اوكي فاذن خلال هذا نرجع الموضوعنا لستادي خلال هذا الجسم ماذا يصير عنده تغير فبالتالي البي طبعا البي هي هذه تدخل الى البرزم من خلال شنو من خلال دلتا اكس واني على اعتبار انه الديبث مالت هذا البرزم هو واحد الديبث اللي هو البعد العمودي على الورقة اوكي فاذن البي لما اضربها في الدلتا اكس تطيني شنو تطيني كيو سمول هاي احنا اتفقنا عليها يعني تطيني الجريان في ريونت ويت اوكي هو بالحقيقة هذا هو واحد بريونت ويت طيب البي البي اكس اهنانا البي اكس ايضا اضربها في شنو في الدلتا واي حتى شنو تطيني حتى تطيني الكيو باتجاه ال اكس كيو سمول باتجاه ال اكس طيب فسا هذا اريد اعبر عنا بمعادلة بحيث انه اقول البي في الدلتا اكس هاي شي طيني هنا يطيني كيو سمول زائدا كيو سمول لكن باتجاه ال اكس هذا كان باتجاه ال وال هذا المفروض شي يساوي لك يساوي لك بي برايم واي دلتا اكس زائدا بي برايم اكس دلتا واي يعني نفس المقدار لكن وين اللي داي يخرج عندك من السطح الاخر سطح اي دي سي اما هذا هو اللي داي يدخل عندك السطح اي بي سي والمفروض اذا كانت جريان مستقر حيكون الفلو ال in شي يساوي لك الفلو ال out وهذا طبعا الشي عبرت عنه بهاي المعادلة بارشل دي اكس على بارشل اكس زائدا بارشل دي واي على بارشل واي يساوي صفر ليش يساوي صفر وهي ببساطة طبعا اه حولت هذا المقدار الى الطرف الايسر اللي هو هذا اوكي بحيث انه ال vi ناقصا ال vi واي برايم فصارت قدتك vi ناقصا vi واي برايم عبرت انا بشنو بارشل v يعني مقدار التغير بال y ونفس الشي بالنسبة لل v x v x ناقصا v x برايم فعبرت انا شنو بارشل v x يعني التغير بمقدار ال v x طيب هسا دلتا اكس ليش جدت هنان بالمقام ببساطة انه هاي المعادلة الطرفين ضربتهم في شنو في او قسمتهم العفو على delta x مضروبا في delta y بحيث انه لما اجي هذا الطرف مقسوم على delta x في delta y فالdelta x هنان رح تنحدث مع المقام يبقى عندي شنو بالمقام delta y وكي وهذا هو عبرت عنه بال partial y نفس الشي بالنسبة لهذا المقدار delta y مقسوم على delta x في delta y فالdelta y رح تختصر تبقى عندي شنو delta x وهذا الشي عوضت عنه بشنو partial x هذا ليش يساوي صفر لان ببساطة نقلت هذا هنان فهذا الطرف بقى يساوي صفر وهذا اللي اريداني اتوصل لانه معدل التغير باتجاه ال x زائد معدل التغير بالجريان باتجاه ال y يكون ما بيتغير اذا يساوي 0 لان جريان مستقر هسه رح اجي كل v اشيلها اعوض عنها ب ونفس الشي بالنسبة لل vy ky في partial h by partial y يساوي صفر وهذا طبعا ال partial اجي ادخل على القوس لكن اطلق ال kx كمنا ثابت احنا نعرف ال partial هي شنو هي مقدار التغير او مرات اقول انه دي اللي هو نفس مش تقق او مرات اقول انه شنو الدلتا يعني وكأنه انا قسمت الدومين مالتي الى شنو الى دلتا صغار فهذا هو ال partial معناهم طيب فقلنا ال kx وال ky نطلعهم خارج القوس لما ندخل عندي هذا داخل القوس رح يصير partial square h على partial x square نضروف في kx ونفس الشي بالنسبة ل ky في partial square h على partial y square هذا شنو طبعا بما انه عندي ky وkx هذا شنو هذا for homogenous and isotropic طيب ان homogenous and isotropic هذا un isotropic ليش لاندي kx وky اذا اريد ال isotropic شا سوي اواحد ببساطة اواحد الكي حيث انه هنا k نفس قيمة هنا الكي فبالتالي اذا اريد اختصرهم لان هذا يساوي صفر سيصفر عندي فقط ال head ال partial square h by partial x square ذا partial square h by partial y square وهذا طبعا هو ما اسمي بلابلاس equation هذه هي لابلاس وهذه ايضا هم لابلاس equation لكن for isotropic هذه هي for isotropic نفس نرجع على نرجع على الشون هذه المعادلة استخدمها من الفلون يعني هذه معادلة لابلاس اللي توصلت له شنون راح استخدمها بال فلون بحقيقة هي هاذا طبعا نفسها تستخدم بال باكيجز يعني البرامج الجاهزة يعني اي برنامج يوصف لك الجريان خلال البروس ميديا بهذه المعادلة الرئيسية وطبعا على حسب نوع الجريان اللي انت تريد تسوي سيميليشن اله هل هو two dimensional هل هو one dimensional هل هو جريان steady هل هو unsteady state فبالتالي هذا البرنامج يكون طبعا مبرمج بانه كل المعادلات وكل حالات الجريان وانت عليك ان تختار على شنو تبحث يعني شنو الحالة ما تكل يتسوي لها سيميليشن وهذه هي الجنرال اكويجن للا بلاس اكويجن لكن احنا ما عدنا برامج احنا ريد نبسطها هل هو نفسه الكونكريت وير اللي حتينا عنه كونكريت وير وبيهات بالمقدم مالته وحقيقة ريد هنا اعرج على الفرق ما بين الوير والسد ستقول لي هم مثينا تم يخزن الماء بالمقدم مالته ما اقول لك اي نعم لكن الوير هو مو يخزن وانما فقط اني انشأ على مقطع مثلا نهر حتى ارفع عندي الووتر لغو الى مستوى معين اقدر احول المجرمات او اريد مثلا عندي ماء اخذ مال مشروع اريد او ادي الماء الى مكان ما فبالتالي رح انشأ هذا اللي سموه الوير الهدار فاذن هو هذا وظيفة الرئيسية هو شنو هو للتحكم بالووتر لغو طيب السد شنو السد لا السد هو خزني يعني اخزن اخزن السد يعني اخزن الماء في مقدم السد حتى بعدين استخدم بمشاريع اخرى طيب هسا بالنسبة لهذا الرسم مالتي فمثل ما تلاحظون اهن انا عندي هيد فبالتالي طبعا بالاسفل الهدار اكو شنو اكو تربر وهات عبرت اهن انا يصير اسفل هذا الهدار من الهيد العالي الى الهيد القليل او الناصي اللي هنان عندي هذا المثلث وهاي الخطوط معناها هنان عندي شنو water table اهنان لا مو water table اهنان اهنان عندي التربة اذا هذا هو مي مي صافي وليس تربة طيب ولهذا اني بديت الرسم مال تمني من هذه التربة من هذا الصفح طيب هسه مثل ما تلاحظون اكو اندي كذا streamlines اول streamlines هو هذا الملاصق للمن لجسم الهدار هذا هو وبحيث تطلع من نقطة اي اسمي شنو واحد الخط اللي بعده هو streamlines الثاني اللي هو اسمي number 2 الخط البعده هو الثالث وهكذا وهذا الرابع وهذا الخامس ستقول لي هذا مو هو الباوندري يعني الimpervious باوندري اقول لك اي لكن هو يبقى اكو جريان عندي مدام اهنان المي محصور خلال هذه الطبقة اذا شون ما داي يمشي عندي جو الهدار ايضا اندي داي يمشي على طول هذا السطح فبالتالي هذا يعتبر ايضا شنو streamlines بالنسبة للكو تكون طبعا هذه الخطوط المتقطعة اللي داي شوفوها امامكم بحيث انه شنو داي صير عندي مربع داي تتقاطع بصورة يعني او بزاوية قائمة بحيث انه تشكل عندي شنو مربع مربع هذا المربع لو ااخذ واحد من هاي مربعات اسمي شنو field هذا الfield طبعا الى dimensions اللي هو هذا delta end اوكي و صارت عندي شنو احنا ذكرنا بانه بين كل stream line واخر داي تكون عندي مثل التشانل داي مربع شنو delta q فاذا اذا انا صارت عندي كم قناة انا 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 ما كتبت لك لان المكان ضيق بس انا عندي delta q 1 انا عندي delta q 2 انا عندي delta q 3 و انا المفروض مجموع هذول يشي صيرون يشي طوني يطوني q total اللي دايمر وين اللي دايمر خلال هاث الطبقة ما للأساس اوكي طبعا شرط تطبيق هذي الطريقة انه delta q تكون شنو بيها متساوية كلها متساوية بحيث كل delta q شي تمثلي تمثلي ربع q ربع من q total لان عندي اربع قنوات تشكلت عندي اوكي مزين هسه اريد احسب rate of flow و delta q through the flow and field between 3 and 4 هذا الفيض اللي اختاريت وين يقع بين ثلاثة بين هذا الاكوبتنشل الثالث والاكوبتنشل الرابع لانشان جيت انا قسمت الاكوبتنشل لسه ماذا نتلاحظ هاذا هو اول اكوبتنشل وهذا هو ثاني اكوبتنشل وهذا هو ثالث وهذا هو الرابع وهذا هو الخامس وهكذا الى انوان اصل الى الطرف الثاني ال down stream وهذا يكون اخر اكوبتنشل عندي وصلت الى الى اتش اربعة عشر اذن اذن اول اول اكوبتنشل لان ايش تساوي لك ساوي لك اتش اوكي وهذا بالمثال رح نوضح ليش تساوي اتش طيب لسه هذا هو حقيقة هو اعلى جهود اعلى جهود لان هو القريب من سطح الماء فبالطال الطاقة مال الماء عندي بها اعلى ما يكون لما اجي على الاكوبتنشل الثاني رح تكون الطاقة شبيه هنا اقل وعال الثالث اقل وعال الرابع تبدي تقل اكثر وخامس اكثر الى ان تبدي تقل 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 الى ان اصل الى اخر يكون بي شنو اج ارباطعش يساوي صفر بحقيقة هنا عندي على حسب اذا عندي ووتر لبل يعني عندي الماء فوق فبالتالي هنا الاج ارباطعش مرح يساوي صفر وانما حيساوي ارتفاع الماء فوق شون ما اجيت هنا حسب بس طبعا على شرط يكون اللفل هنا اقل من هنا حتى يصر اندي يساوي اللفل هنا معناها ما عندي فلو اوكي فاذن وهو طبعا الشيء الواقعي انه حتى الانسان لمن اول ما يطلع مثلا هو ناوي انه يمشي يمشي مسافة شبيرة فاول بداية المشي يشوف نفسه وزين وطاقته ويمشي بدون تعاب لكن اذا مرت ساعة وساعتان وثلاث ساعات وهو يحس بالتعاب لان بدت شنو طاقته تقل بنفس الشي هنا عندي الماء من بد الجريان ديكون عندي بطاقة عالية وتبدي هاذ الطاقة تقل الى ان تصفر عنده الطاقة يصل الى الطرف الثاني اوكي طيب هس قلنا على هذا الفيلد نرجع هذا الفيلد اللي هذي ابعاده دريد اشوف اشغل دلتاكيو تدخل عندي بهذا الفيلد حتى احسن الدلتاكيو طبعا من دارس اللي تقول k في التغير بالh على دلتا l اللي بين النقطين جريان ديكون بين النقطين مضروب في الدلتا n اوكي هاي الدلتا n طبعا نخل نجي على term term k هي الهاد ال conductivity وهذه عادة تعطى الh h3 طبعا h3 و h4 h3 ناقص h4 h3 ناقص h4 يعني التغير بالهيد ما بين نقطين على شنو على المسافة بين النقطين اللي هي دلتا s وهاي حقيقة احنا اخذناها يعني كأنه جريان عندك من نقطة الى نقطة هذه النقطة معلوم الهيد بها h4 وهذه النقطة ايضا معلوم بها الهيد h3 عفو وهذه h4 والمسافة بين النقطين اللي هي شنية باتجاه الجريان عادة فهي دلتا s اذن هذا شطيك هذي هو الحدار الهيدروليكي ليش ضربت في دلتا n ليش ضربت في دلتا n دلتا ان انا تمثلك مثل سمك الطبقة لما نشن نضرب في سمك الطبقة حتى شن حتى نحصل على لأن دار c هو عبارة عن دول التير مين يعني الفلوسطي عندك k في i لما نضرب في عمق الطبقة يطلع لك يطلع لك دلتا q يعني يطلع لك q small اللي هو unit discharge تمام فهنا انا كتبت لك هي unit discharge through field دلتا q شي مثل part of flow in one channel flow بس طيب هسه انا اريد اوسع الجريان مالتي يعني اريد هاي الدلتا q احسب ها ال whole area فاول مرة احسب ها اول مرة لقناة هذي القناة كلها مو بس وحدة فاذا اريد احسب القناة كلها لازم هذي الدلتا اضرب في عدد الدروب اللي دي صير عندي يعني شنو عدد المربعات فاذا احسب هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر دعش اثمانية تلتعاش اذا لو اضربها في عدد الدروب او عدد المربعات شو حصل احصل على دلتا q خلال شنو خلال القناة مو بس خلال الفيلد اوكي خلال القناة طيب هسه انا بدأ اريد الفلو بس بقناة واحدة اريد بالاربع قنوات هذولي اريد بالاربع قنوات لما احسب هم بالاربع قنوات معناني شنو حسب التوتال الفلو بالتالي لازم دلتا q اعوض عنها اعوض عنها ب q لان اريد q total وشنو بعد البسط بمن اضربها يعني هاي دلتا n بمن اضربها اضربها في شنو في number of drops اللي هي حسبناها صارت 13 ببساطة انا جيت ضربت في number of flow يعني number of drop العفو بالمقام لان هاي دلتا s and for one field لما اجيت ضربت في عدد المربعات بكل قناة صارت عندي شنو وخلال القناة لما جيت انا ضربت في عدد القنوات اللي هنا اربعة صارت عندي شنو high number of flow اللي هو عدد القنوات صار عندي شنو صار عندي q total حسب طيب الهيد هنا شنو الهيد لان انا عندي هنا لما اخذت بالfield عبرت عنه بشنو h h3 ناقص h4 صح لو مو صح هس لما انا اريد عمم اول اكوبتنشل واخر اكوبتنشل واول اكوبتنشل عندي شنو هذا اتفقنا عليه انه يحمل الهيد اللي فوق اذا هو h اخر اكوبتنشل شنو الهيد مات صفر اذا h ناقص صفر h بالتالي هذه هي قيمة الهيد اللي هي delta h بالنسبة ل delta q صار عندي شنو صار عندي h لما اريد احسب q total هس رح اجي على delta n على delta s وهي حقيقة قيمتها واحد ليش لان هنا عندي مربع هو مربع فاذا هذا البعود يساوي هذا البعود بالتالي الريشو ما بين delta s الى delta n يساوي واحد شصفة عندي المعادلة صفة عندي معادلة تقول لي q اللي مار خلال بيرغ لك ساوي لك الhydraulic conductivity مضروب في الhead اللي مسبب للجريان head total مضروب في number of flow يعني عدد القنوات اللي عندك على number of e هي مو number of ecopetential وانما number of drops لان انت مثل ما تلاحظ اهنا من جينا حسابنا حسابنا المربعات واحد مين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اطناعش 13 14 mربع في حين هما جاءت عندي ecopetential عندي 14 ecopetential فانت متاخذ أدد ecopetential لا تاخذ عدد المربعات اذا تاخذ شنو تاخذ 13 عدد المربعات عادة عدد المربعات تكون أقل بواحد من عدد ecopetential فانا ناخذ عدد المربعات فاني شقدت لك هنا number of equal potential drops وليس lines بس انتبه على هاي الحالة صارت عندي هاي المعادلة حلوة ومرتبة وتعتمد على شنو تعتمد على الفلونة اللي اني رسمته حتى مجرد ما اعرف number of flow number of drop والكي والهادي اللي اندي اقدر بتطبيق هاي المعادلة اجد كمية التصريك اللي دي مر عندي خلال جسم السد او خلال الاساس السد او وتضر مش عندك الحالة اذا هاي المعادلة اللي مشتقة منها last equation لما جيت عوضت عنها بشنو دارسي equation اوكي طيب دسه قبل لمحل المثال حتى نثبت فهمنا للمادة اريد نعرف اكفة ظاهرة معينة تحدث لما يكون عندي جريان ماء الى الاعلى بحيث يكون الماء يعني دا يجري بقوة كبيرة كأنه يكون مثلا بالداوستري ما لسا عندي او الهدار بحيث عندي هذا الهدار والميدع يجري عندي من الاسفل ودي يطلع منها من الطرف الثاني بقوة بحيث انه لما يطلع الجريان عندي مو فقط يطلع الماء وانما ياخذ ويا particles من التربة فتسبب لي ظاهرة نسميها الكوكساند او الهيذنج او الهيذنج وطبعا هذه الظاهرة هي شائعة الحدود خاصة لما يكون عندي المنشئ الهايدروليكي ما مزود بهذا الشيء بطايلات او ما مزود هنا عندي بفلتر يحمي الأرضية بالمنشئ فبالتالي عندي جريان دا يطلع عندي دا يسبب يسبب هذي الظاهرة وهذا طبعا يسبب تشل بالمنشئ الهايدروليكي لهذا لازم نحسبها زيان ونعرف مدى يعني المنشئ المنشئ اللي عندك بإذن الماء دا يخرج عندي من الطرف الآخر يكون طبعا اعلى يعني قوة الجريان تكون اعلى من قوة تماسك جزيئات التربة مع بعضها فيحدث ان تخرج تلك الجزيئات من مكانه ومع المرور الوقت يحدث ما يسمى بالكويكسان اي نخر للأرضية وهذا الظاهرة عادة ما تحدث عند الدانستريم مع المنشئ الهايدروليكي طيب حتى احسب الفكتر أوف سيفتي يعني معامل الأمان للمنشئ ضد هذه الظاهرة لازم عندي احسب الإكزيت جريدينت يعني وشنو بعد احسب احسب انحدار الهايدروليكي للتربة اللي يعني للماء اللي موجود داخل التربة فاذا تشان الانحدار الإكزيت جريدينت انحدار المخرج يعني انحدار اللي يخرج منه الماء اعلى من الانحدار اللي موجود عندي داخل التربة فمعناه هذا يتحدث عندي هذا الظاهرة اذا كان يساوي او اقل لا المنشئ عندي قامد بالتالي اذا احسب لازم احسب شنو لازم احسب الإكزيت جريدينت اللي هو الانحدار اللي داي يطلع الجريان بي ولازم احسب شنو الانحدار مال التربة فاذا هذا انحدار التربة وهذا هو انحدار الماء اللي داي يطلع عندي بقوة اذا كان الريشيو ما بين هذولي اكبر او يساوي واحد اذا انا المشأ مالتي سيف وما يحتاج من عندي انه ازوده بفلتر بالداونستريم وما يحتاج انه اطولي الشيت بايلز لان عندي الشيت بايلز الهطول كافي انه اتقلل لي هذي قوة الجريان اوكي فاذا هذول التيرمين لازم اعرف مين احسبهم حتى اطبق هذه المعادلة بحساب معامل الامان ضد ظاهرة الهيفين هيدروليكي جريديان عادة هو القاما برايم على قاما ووتر وقاما برايم هو يعني الوزن النوعي للتربة على شنو على قاما ووتر اذا هذي القاما برايم هو عبارة عن قاما ساتشوريتد ناقصا قاما ووتر على قاما ووتر اذا اشانت الساتشوريتد عوضتها بعشرين كيلو نيوتن لكل متر مقعب على قاما ووتر او ناقص قاما ووتر اللي هو عادة عشرة على قاما ووتر اللي هي عشرة هتطلع عندك الهيدروليكي جريديان ما للتربة قيمتها واحد فاذا الاكزت جريان لازم شنو ما تتجاوز هذي القيمة اوكي فاذا then the maximum limit of an upward gradient should should then be about unity يعني اعلى قيمة ممكن توصلها ال upward gradient لازم شنو تكون واحد طيب if upward exit gradient i exit SME is higher than i the hydraulic gradient ما للتربة erosion will start to develop at the exit حيبتي عندك التعرية تتكون عندك بالمخرج these exit surface have to be protected by means of filter يعني اذا بدت عندك هذه الحالة لازم شنو لازم تزود المنشع عندك بالdown stream بنوع من الفلتر هذا الفلتر هو وظيفته شنو وظيفته انه يمنع خروج جزيئات التربة الى الخارج مع الماء فيسمح للماء بالمرور لكن جزيئات التربة ما يسمح لها بالمرور يعني هذا الفلتر كأنه يكون فوق التربة امد طبقة ناعمة وفوقها طبقة اخشن وفوقها طبقة اخشن حتى انا اسمح للجريان يمر عندي لكن شنو التربة تبقى متماسكة بمكانها طيب هسه الـ exit gradient هذي شون احس به احس به حقيقة من اخر مربع بالفلونت مجرد ما عندي طول اخر مربع من الفلونت اوكي وعندي الـ delta H الـ delta H اللي هو احنا حسبناه ما بين خطين وبالحقيقة الخط الأخير والخط ما قبله اذا هذا الـ delta H عندي او احسبه اذا اقسمه على الـ L ش رح يطلع عندك احطلع عندك الـ exit gradient يعني احضار الجريان بالمخرج فاذا حتى ارجع للفاكتر اوف سيفتي المحفظ لنا احنا الـ hydraulic gradient of soil يكون مقسوم على الـ hydraulic gradient of upward flow للجريان الى الاعلى لازم يشون يكون اكبر او يساوي واحد فاذا عوضت عن الـ hydro gradient مال التوربول بالقانون مالته gama saturate ناقص gama motor على gama motor وللـ exit ايضا بهذا قانونها delta H على L اوكي رح يطلع عندك شنو الـ factor of safety against quicksand or heaving الان ناخد مثال حتى نطبق بمعادلات اللي اللي اشتقيناها واللي عرفنا كل وحدة بيش استخدمها عندك حالة الهدار هذا هو اوكي 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 طبعا إذا يحجز المي بالمقدم مالته اوكي عند هيد 10 متر اوكي و بالدانستريم ان الهيد صفر تمام و عندك الـ soil اوه اللي هو الاساس السمك مالته الاساس هو 27 زائد 6 يعني 33 متر و نعطيك نقطة A قريبة من الـ 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 بحيث انه هذي الـ نعطيك بعدها عن الـ الـ مقدار 6 متر زين شنو المطلوب بالسؤال The flow under the dump length of the dump خمسين متر اذا شي يريد من عندك تحسب له تحسب له تحسب له الفلو يعني تحسب قيمة الكيو جد عندك تأسفل هذا الهدار زين هنا بما انه نعطيني طولة السد خمسين متر يعني شنو طولة السد خمسين متر يعني هذا الـ باتجاه الورقة مو هذا الطول لا باتجاه الورقة سوري عمودي على الورقة اوكي لذا نعطيك اياه هنا أنا خمسين وكأنه ما يريدك تحسب كيو سمول كير يونت ويت احنا قلنا وانما يريدك تحسب كيو كيو كابتل يعني كيو توتل بما انه الطول هو نعطيك اياه طول السد لذا يريد من عندك تحسب كيو توتل أو كابتل ببساطة ناخذ المعادلة اللي اشتقيناها اللي هو كيو تساوي كي في اج في نمبر اوف فلو على نمبر اوف دروب اوكي مضروبة في شنو في طول السد اذا الكي هو ناطيك اياها اذي قيمتها اثنين في عشر سنقص ثلاثة والهيد ايضا ناطيك اياه عشرة متر اللي هو مقدم السد او مقدم الهداء هذا هو اوكي والنمبر اوف فلو طبعا هذي لازم انت ثبتها بالرسن نمبر اوف فلو اش قيد عندك تبدي منها تحسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وحقيقة من اي مكان ممكن تحسب منانا ممكن تحسب منانا وصولا الى شنو وصولا الى الطبقة الامبيريوس فمنها لو احسبها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة من اي مكان تحسبها هي خمسة لان عندك شنو ببساطة عندك خمس قنوات واحد اثنين ثلاثة اربعة وهذه قناتها الاخيرة اللي هي خمسة خمس قنوات اذا عبر عنا بشنو بخمسة على نمبر اوف دروب نمبر اوف دروب عندك شنو اللي هو هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اثناعش ثلاثة عشرة اربعة عشرة اذا انا احسب شنو احسب عدد المربعات ويارد له ثبتها بالرسم حتى اللي تغلط اذا هذي على اربعة عشرة مضروبة في شنو طول السد اللي ناطق اياها يطلع انلك قيمة الدستشارج اللي داي مروين اسفل جسم السد طيب المطلب الثاني بالسؤال عندك شي يريد يريد شقد الفيزومتر كريدنك ات فوينت اي اهنانا شقد مقدار الهيد شقد مقدار الهيد بنقطة اي طبعا حتى احل هذا الفرق لازم اوجد نقطة الهيد بيها معلوم حتى منها احسب الهيد بنقطة اي هذي النقطة هي يا هي احنا قلنا اول اكوبوتنشل لاين هذا اللاين اه الهيد معلوم اللي هو شي ياخذ ياخذ قيمة الهيد بالابستريم اللي هو عشرة متر اذا اي نقطة على هذا الخط اول خط اكوبوتنشل هو شي يساوي لك الهيد يساوي عشرة متر طيب ليش هنان الهيد يساوي عشرة متر اللي مبساطة مثل اخذت عد السطح اهنانش قد قراءة البيزومتر على السطح صفر لانه معرض للضغط الجوي صح؟ بس اذا اخذت يعني التوتال هيد اللي بهاي النقطة اللي هي السي البرجر بيها زيرو بس اذا اريد احسب توتال هيد فحيصير زيرو زائد زيت يعني البيشن والتي السي اللي تبعد بيها عن الديتوم يعني من سي الى الديتوم اشقد مقداره؟ مقداره عشرة زائد سبعة وشني زائد ستة فجيت انا نقطة بي انا ما اريدها بسي اريدها بنقطة بيه نقطة بيش قد الهيد بيها؟ ببساطة الهيد توتال عبارة عن ارتفاع الماء فوق هذي النقطة اللي وش يمثلك مثلك برجر أوفر قاما يعني زائدن شنو زائدن بعد النقطة عن الديتوم اللي يشي تنثل لك الزيت وهذا احنا اتفقنا عليها توتال هيد عبارة عن برجر هيد زائدن إليبيشن هيد طب ببساطة هو عبارة عن برجر هيد زائدن إليبيشن هيد اذا اقدر انا اوجد الهيد وين بنقطة بي عشرة اللي هو هذي البرجر هيد عشرة زائدن شنو؟ زائدن بعد النقطة عن الديتوم اللي هو الزيت اللي هو عبارة سبعة وشرين زائدن ستة شي تطيق ثلاثة وثلاثين شتطاك الهيد بي هو ثلاثة واربعين متر ثلاثة واربعين متر حقيقة هنانا ببي اقدر مني احسب الهيد وين باي شلون احسب الهيد باي؟ احسب عدد المربعات واحد اثنين ثلاثة قبل لو اصل الثلاثة انا وصلت الاي اوكي؟ فاذن هنا نجقد واحد اثنين ونص بعدني ما ما اصل الثلاثة النص اوكي؟ اذا ثلاثة ثلاثة اي طيب بايش يفيدني هذا نمبر اوف دروب اللي حسبته وانت اذا جيت حسبت النمبر اوف دروب وضربته في دلتا اتش دلتا اتش مال كل دروب يعني الarms اخيرات حسب ان هو اجر طيب من هذا الاخر 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 هيت تغير مقدار دلتا اتش 10 ناقصا صفر لان هي اذان 10 هو الهيد اللي تغير طيب فإذن مدام أني الهيد بنقطة بي أنت معلوم فمجرد ما أحسب الدلتائج وأحسب عدد المربعات أقدر شنو أحسب الهيد باي طيب هسا الدلتائج أني أنت ما معلوم إذن لازم أحسب الدلتائج شون أحسب الدلتائج الدلتائج عبارة عن total head اللي هو عشرة مقسوم على number of drop لأن احنا قلنا الدلتائج متساوية يعني Breath of the Dead بين كل خطين هو ثابت يعني بين هذا الخط وهذا الخط مقدار النزول بالهيد دلتائج هو نفسه بين هذا الخط وهذا الخط وهو نفسه بين هذا الخط وهذا الخط لأنه وهذا حقيقة جريان المستقر دلتائج بي شنو التلتائج بي متساوي طيب فإذن التلتائج total اللي هو العشرة اذا اقسمه على نمبر اوف دروب رح يطيني عندي دلتا اج بين كل بين كل خط اوكو بتنشل والخط اللي يليه تمام اذا ببساطة اج على ارباطعش انطاني شنو انطاني دلتا اج مقدارها بوينت سيفن وان فور ثري هسه صارت عندي دلتا اج معلومة اقدر احسب الهيد بنقطة اي لان عندي هذا الهيد بنقطة بي حسبته تلاثة واربعين تلاثة واربعين انقص منه دلتا اج وحده انقص منه 2 دلتا اج ونقص منه نص دلتا اج فيزن اثنين ونص دلتا اج حتى اوصل الهيد بنقطة اي لان ببساطة هذا هو موقع النقطة اي هذا هو شنو موقع اي وكأنه تخيل اكو هناك اكو بتنشل نقطة a ستقولي مو هذه الاي صارت جوة مو فوق اقول لك لا مو هي كأنه اكو هنا اكو بتنشل لاين وكيدا يمتد بين الاكو بتنشل الثالث والاكو بتنشل الرابع والمفروض احنا اتفقنا على طول الاكو بتنشل شبيه الهيد الهيد يكون بيه متساوي تمام فاذا اذا اه 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 الهيد بي الهيد بي اللي حسبت 43 مجرد ما اطرح منه مقدار الدلتا اش في مقدار الدروبس وصولا الى نقطة اي اللي هي 2.5 دروب يطلع عندي شنو يطلع عندي الهيد باي ايسا صار عندي هذا الهيد شنو هذا الهيد توتال هو يريد الفيزومترك هيد فاذا نرجع للمعادلة مالتنا الهيد التوتال باي وعبارة عن هيد برجر زائد هيد إليفايشن الهيد البرجر هو اللي يريده من عندي الهيد الاليفايشن ناطينية 6 متر بعد النقطة اي عن الديتوم هذا هو 6 متر فاذا وعندي هذا ال6 متر وعندي التوتال هيد اللي حسبته من هاي الخطوة بنقطة اي يطلع عندي البرجر بنقطة اي بالمتر اذا ردت بالكيلون يوتل لكل متر مربع رح تضرب في القاما ووتر طيب الآن اخر مطلب عندي بالسؤال واللي هو الفاكتر اوف سيفتي اغنست هيفنج اشقد نقدار معامل الامان ضد ظاهرة الهيفنج اوكي اه طبعا انا اعرف معامل الامان احسبه من الهيدروليكي جريديانت للتربة على الهيدروليكي جريديانت او الاقزاتي جريديانت للجريان الى الاعلى فبالتالي انا مجرد ما اجي اطبق طبعا ال 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 هنا انا نعطيني ايا اثنين متر بالرسم يعني نعطيني هذا هو ال ال احنا اللي انقلنا ال اجي اجي على اخر مربع واشوفش قد ال ال دروب دلتا اش اللي قلنا ثابته دلتا اش هاي اللي طلعتها بوينت سيفن على ال ال يطلع عندي ال اجي 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 اطلع عندي الفاكتر اوف سيبتي لما انجي اتعوضي طلع عندي تو بوينت ايت اذا هو مدام اكبر من واحد اذا هو سيف وما يحتاج من عندي ان اضيف فلتر شكرا جزيلا